ندعو قل تعالوا شن سوي ندعو فالنبي شن شغلة داعي يدعو المن يدعو أبنائنا وأنفسنا بعد ونسائنا ونساء وأنفسنا وأنفسكم من ضمن اللي يدعوهم رسول الله منه أنفسنا لولا شن يقولون الجماعة شن جاوبة للأنفس نفس رسول الله يعني ليس علي أبنى أبي طالب أين اللغة يا عراب يا جماعة تبين ذول أعاجم تبين ذول ما يعرفون اللغة تبين ذول بعدهم أن القرآن بعد المشرقين وحد يدعي نفسه ها يا أبنى والرائح مدعو وين مدعو بيتي منه دعاك أنا دعيت نفسي هذا من يستهجن هذا من يستهجن وأحد يدعو نفسه وأحد يدعي نفسه ما أدري يعني ذوله تركوا الحق هكذا أعماهم الله عز وجل هكذا أصابهم العمى حتى اللغة ما قاموا يعرفوها رسول الله يدعو يدعو نفسه يعني جعله جعل الغير جعل الغير بمثابة نفسه للقرب من ذاته نزله الله منزلة نفسه وهم زيار قالوا على رسول الله اللي كلامه كلام الله اللي الله يقول وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى يهجر يعني تدري شنو يهجر يعني رسول الله يهجر يعني جبرائيل يهجر جبرائيل يهجر يعني تدري شنو يعني الله يهجر فلماذا لم يقولوا هاهنا لبغضهم وعدائهم ما أدري وتصدر منهم هالمسائل هاية التفتزيا فقال أبو الحسن غلطتم غلطتم غلطة تحجون فقال أبو الحسن إنما عنا بها علي بن أبي طالب ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لينتهي النبن وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي يعني علي بن أبي طالب وعنا بالأبناء الحسن والحسين وعنا بالنساء فاطمة صلى الله عليه أجمعين فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد وفضل لا يلحقهم فيه بشار وشرف لا يسبقهم إليه خلق إذ جعل نفس علي كنفسه فهذه الثالثة الإمام الرضا صلى الله عليه ده يستدل ما زال الإمام صلى الله عليه يستدل على فضل أهل البيت وتقدمهم وشرفهم فقال المأمون والعلماء جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن الأمة خيرا جزاكم الله خير فما نجد هذه الشروح هذا الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم ما أدري ذوله مو حمير مو حمير ذوله إمام معصوم ده يستدل لك وجايب لك 12 آية المدال ما تقول له له تركنا إيه جزاك الله خير يا أبا الحسن هاي خوش تشرح الته المدال ما تقول له له تركنا الغي تركنا الباطل تمسكنا بك بس هاي هي قاعد الإمام المعصوم امتعب نفسه عليكم بل كتصيرون أوادم يدعوكم إلى الحق 12 آية جايب لكم عن آل محمد وعن الراهط وعن العترة وعن أهله 12 آية جايب لكم نصوص من كتاب الله وإنتوا تقولون خوش نصوص خوش شي وبعدكم على اتباع البهائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر